مع تزايد خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عمد شباب باكستانيون للشروع بمبادرة توعوية يسعون من خلالها إلى توجيه المواطنين لطرق محاربة الفيروس من خلال سبل الوقاية الصحيحة كما تعلم فإن فيروس كورونا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وضرب دولا كبيرة ومتقدمة كالصين وإيطاليا نحن دولة متأخرة وأمكانياتنا بسيطة فوجدنا أفضل طريقة لمحاربته ومنعه من التفشي في بلدنا سيكون عبر نشر الوعي والوقاية منه لذلك قمنا بهذا التحرك التطوعي من أجل شعبنا من هذا المركز الطبي المتواضع بدأت الفكرة العاملون في المستشفى جنبا إلى جنب يتوجهون إلى الشوارع والأسواق للقيام بما يمليه عليهم الواجب الإنساني اتجاه أبناء شعبهم نعرف المواطنين بأعراض المرض والتي تشبه بحد كبير أعراض الإنفلونزا نقوم بتعريف الناس بهذه الأعراض ونوزيهم لكيفية التعامل معها ومتى عليهم التواصل مع الطبي وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أنها مبادرة تظل إيجابية خاصة وأنها تسعى لإيجاد حالة من الوعي في المجتمع كما يقدم هؤلاء الشباب المعلومات الخاصة بطرق الوقاية من المرض عبر الهاتف المباشر ودون مقابل في الوقت الذي تزداد فيه أزمة تفشي وباء كورونا تشحى ذو الهمم والقدرات الشبابية في باكستان للتوعية المجتمعية لمساعدة المواطنين لمحاربة هذا الوباء إسماعي المطر ألغد إسلام أباد